أفادت خديجة الشيخ الرئيسة المشاركة في لجنة الصحة بمجلس دير الزور المدني بأن نحو ألف مصاب بمرض السرطان عاجزون عن تلقي العلاج بسبب عدم توفر الدعم وتكاليف الجرعات الكيموية التي لا يقدر معظم المرضى على تأمينها تفاصيل أوفة في سياق تقرير حسام الجمال مرضى السرطان في شمال شرق سوريا مهملون لا يتلقون العلاج وليس من منظمات صحية أو طبية تقدم لهم الأدوية فارتفاع تكاليف الجرعات وعدم توفر الدعم أبقى معظم مرضى السرطان متروكين لمصيرهم ألف مصاب بالسرطان عاجزون عن تلقي العلاج لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الجرعات الكيموية الأمر الذي دفع الرئيسة المشاركة لللجنة الصحية بمجلس دير الزور المدنية خديجة الشيخ إلى توجيه نداء للمنظمات الإنسانية العاملة في المدينة لدعم المصابين بالسرطان وتكفل بعلاجهم في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والجرعات الكيموية وأجور النقل الشيخ قالت لموقع نورث بريس أيضا إن عدد الإصابات بالأمراض السرطانية كسرطان الدم والعظام والمعدة والكبد والرئة ارتفعت في شمال شرقي سوريا خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى معاناة نحو مليون وأربعمائة ألف نسمة من سكان دير الزور من الأساليب البدائية في استخراج وحرق المشتقات النفطية المنتشرة بكثرة من دون رقبة وتلوثي التربة والهواء بسبب الأسلحة المستخدمة طوال سنوات الحرب معاناة مرضى السرطان المتفاقمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية وغياب دور سلطات الأمر الواقع لا شك بأنها دفعت عجلة الحياة إلى النهاية ورفع الصوت لإنقاذهم هي الغاية الإنسانية الأسمة ينضم إلينا الدكتور حمزة المحاميد من مدينة غازي عنتاب مرحبا بك دكتور حمزة قبل فترة كنا نتحدث عن مرضى السرطان في شمال السوري وأزمة دخولهم إلى تركيا لكن اليوم نتحدث عن شمال شرق سوريا وحصرا مدينة دير الزور ما هو واقع مرضى السرطان في هذه المدينة ولماذا تراجع إلى هذا الحد إياك الله أستاذ يرى أنت ومتابعيك العلسة بالنسبة لمرض السرطان وهو مرض معلوم والعقار الشافي له أيضا معلوم ولكن عندما يفتقد العقار ينتشر الوباء بكثرة السرطان له أسباب كثيرة منها كما تفضلتم في تقريركم حالة الحرب التي عانى منها السوريين تضف إلى ذلك في دير الزور والمنطقة الشرقية خصويا وجود النفط مادة الفيول الخام التي يقوموا المواطنين بتكيرها بشكل بدائي هذا كان سبب رئيسي في انتشار مرض السرطان الذي أصاب الجميع وبكثرة بالنسبة للواقع الصحي هناك في شمال شرق سوريا في مناطق ميليشيا البكيكي والبوايدي فهو واقع صحي سيء جدا على مختلف الأصعدة يعني في جميع المجالات الطبية يأتي مرض السرطان في مقدمتها إذ أننا جميعنا يعلم أن لعلاج مرض السرطان يجب أن توفر هناك أجهزة خاصة لهذا المرض إضافة إلى كوادر طبية قادرة على استخدام هذه الأجهزة في دير الزور لا يوجد هذه الأجهزة ولا توجد هذه الكوادر أنا أتكلم وأقول لا يوجد ولا طبيب واحد مختص في مرض السرطان ولا توجد أي عقارات لعلاج هذا المرض جميعنا يعلم أن المريض يحتاج إلى جرعات كماوية ومن ثم إلى علاج شعاعي حتى يتعافل لا توجد العقارات ولا توجد الكوادر الطبية أهلنا في دير الزور يموتون بالصمت وبمباركة من المنظمات الإنسانية العالمية التي تدعم هذا الموت سابقا دكتور كيف كان الأهالي أو مرض السرطان يذهبون للعلاج هل كانوا يذهبون إلى منطقة أخرى ما هي الطرق التي كانوا يتعالجون فيها سابقا وحاليا مرض السرطان في دير الزور يذهبون إلى مناطق النظام من أجل العلاج ليس لديهم سبيل إلا مناطق النظام يتم تلقي العلاج بمقابل المال أي أنه ليس علاج مجاني المفروض أن الدولة تقوم بتقديم هذا العلاج مجاني هو عقار منتشر في جميع أنهاء العالم وجميع الدول تقدمه مجاني للمواطنين وجميع المنظمات تقدمه مجاني إلا في مناطق النظام ويقوم بيعهم العقار بالعملة السورية لا يقدمه مجانيا نظف إلى ذلك أستاذة يارى أن مريض السرطان يحتاج إلى متابعة أي أنه عندما يتلقى العلاج يحتاج إلى متابعة من طبيب مختص حتى يقوم بتقليل الكمية أو زيادتها حتى لا يتضرر المريض عندما يذهب المريض إلى دمشق يتلقى العلاج يستمر على نفس الوتيرة من العلاج مما يؤدي إلى ضرر آخر هو لم يستفيد بل تضرر من جديد التهاب إلى مناطق النظام أيضا هو أمر ليس بالسهل ومكلف ماديا وصعب وعدم توفر الأدوية وعدم توفر المتابعين لهذا الأمر نتيجة الوفيات تتجاوز 90% من مرض السرطان في دير الزور علما أنا أقول في بداية اللقاء أنه معلوم العلاج المسؤول بشكل مباشر عن تأمين العلاج لأهالي دير الزور هي قوات سوريا الديمقراطية صحيح؟ الذي يحكم المنطقة هو المسؤول عن المواطنين الذين يحكمهم أنت اليوم أنت بإزاحة داعش من المنطقة بدعم أمريكي دولي وسيطرت على المنطقة اليوم تقوم بنهب خيرات هذه المنطقة وممارسة أساليب الميليشيات والعصابات على الأهالي لماذا لا تقوم تقديم ما يحتاجونه الأهالي؟ نحن لا نطالب نحن لا نطالب البكيكي والبوايدي هذه الميليشيات المقيتة في أن تقوم بتقديم أساليب رفاهية لأهلنا ولكن نطالبهم بأقل ما يمكن إذا ابتلكوا الإنسانية عليهم أن يقوم بتأمين هذا العقار للمواطنين لديهم إمكانيات أستاذة يارى شمال شرق سوريا ميزانيتها تتجاوز ميزانية دول أي أن لديهم إمكانيات مالية كبيرة جدا المنظمات وأنا أقولها بشكل علني على قناتكم الكريمة المنظمات الأوروبية تدعم ميليشيا البكيكي والبوايدي بشكل كبير وذلك بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية إذ أنهم يتلقون دعم أكبر من الدعم الذي نتلقاه في الشمال السوري هم لديهم دعم مالي ولديهم إمكانيات مالية ولكن هم يفتقدون إلى الإنسانية هم ليسوا أصحاب بطن لا يعلمون ما معنى الوطنية وما معنى أبناء الوطن لذلك قاموا بإعمال هذا الأمر بشكل كبير جدا يعني بالأخير دكتور محمد بالأخير هذه المنطقة تحتاج لخدمات طبية ليس فقط لهؤلاء المصابين هناك أيضا قد يصاب أحد أفراد قوات الديمقراطية قد يصاب أي أحد من أهاليهم من منطقتهم يعني توفير الدواء والعلاج هو لكل الناس في المنطقة ليس فقط لجالية معينة أو لمنطقة معينة أو لأهالي دير الزور أو لعرب المنطقة السادة يارا بالنسبة أن تفضلت قلت أنه لربما يصاب أحد هذه الميليشيات في المرض يعني هم قاموا بتأمين أنفسهم بشكل جيد يعني من شان هذه النقطة أنا سألتك نعم من هذه النقطة أنه هناك تمييز يعني بتوزيع الرعاية الطبية تمييز بشكل مقيد وعنصرية كبيرة جدا في الحسكة يتوفر هذا العقار وبشكل كبير وأيضا مقاتلين البكي وعوائلهم يتلقون هذا العقار إذا ما تعرضوا للمرض أو إذا ما تعرضوا لأي مرض آخر إذن هم يقومون بالتمييز بين من يعمل معهم وميليشياتهم له كل ما يريد ومن لا يعمل معهم لا يعطونه حتى أقل ما يمكن أن يعطى الإنسان في هذه الحياة هم أمنوا أنفسهم ويمكن أيضا أستاذ يارى يوجد بوابة المالكية باتجاه أربيل هي بوابة مفتوحة يمكن الذهاب والعلاج في أربيل أربيل العراق هم دائما يعني البوابة مفتوحة بشكل مستمر المرضى يذهبون إلى هناك إذا ما كان هناك رضا من قوات سوريا الديمقراطية على المريض أما إذا كان من أبناء دير الزور حصريا أنا أقولها بشكل صريح إذا ما كان من أبناء دير الزور فعليه أن يموت في بطء وأن لا يقوم بأي عمل لأن هذا مصيره المحل وبالتالي إذا نحن لا نتحدث عن سوء رعاية طبية وسوء تأمين قطاع الطبي وإنما نتحدث عن تمييز بتقديم الرعاية الطبية بين أهالي هذه المنطقة وأهالي دير الزور بكل أحوال فقط نقطة أخيرة أنت قلت أنهم قد يذهبون إلى كردستان العراق للعلاج إن كان أحد عرب المنطقة يريدون الذهاب لكردستان العراق للعلاج هل يؤمن؟ حقيقة نتكلم بشكل علني وصريح وأأسف على هذا القول إذا كنت كردي وتعمل مع ميليشيا البككي والبوايدية تذهب إذا كنت عارضي وتعمل مع ميليشيا البككي والبوايدية لا تذهب حتى لو كان من ضمنهم ويعمل معهم سألت هذا السؤال قد يكون هناك خطر عليه بالذهاب لمناطق النظام وهو مضطر لا يوجد له منفذ آخر سوى كردستان العراق فقد يموت في مكانه ولا يذهب للعلاج ملاحظة دقيقة منك أستاذة يارا من كان سابقا في الجيش الحر وقاتل مع مجلس سوريا الديمقراطي وقسد قاتل داعش هذا لا يستطيع الذهاب إلى مناطق النظام إذا ليس لديه خيار إلا الذهاب إلى أربيل لا يمكن الذهاب حتى إذا ما أراد التوجه باتجاه مناطق الشمال مناطقنا فإن الحواجز تمنعه من ذلك إلا إذا ما جاء بالطرق التهريب لتلقي العلاج وأنا قلت هذا المرض يحتاج إلى متابعة من قبل الكوادر الطبية اليوم يأتي المريض يتلقى العلاج ويذهب إذا لم يكن هناك متابعة لربما الجرعات التي تناولها في بداية المرض تكون قاتلة له في نهاية المرض نضيف إلى ذلك العلاج الشعاعي الذي يأتي بعد العلاج الكيماوي إذن هو أرض مركب يحتاج إلى متابعة وعناية ورعاية هذه أقول كلها لغير موجودة في مناطق ميليشيا البيكيكي والبواي يعني هذه المفارقة للسوريين في المناطق التي يوجد فيها نفط وخيرات يصاب الناس بالسرطان بسبب تكرير النفط بطريقة بدائية وفي مناطق النظام يموتون من البرد لعدم توفير النفط والمحروقات وهكذا دواليك يعني مآسي متشابهة بكل الضفتين شكرا جزيلا لك بكل أحوال دكتور حمزة المحميد كنت معنا من غازي شكرا لك على هذه الإضافة حياك الله سيدة يا رب بارك الله للصحة النفسية محط اهتمام مؤسسات وجماعات هذا ما سنتوقف عنده في ملف سنة التالية